في الخبر الاول اللي عدنا عن عودة احمد حسن وزينب ولكن مو هاي العودة وانما هاي العودة فيب زينب قررت انه تتحجب طبعا احمد قرر نزل على حسابه بالانستجرام هذا البوست اللي كتب بي الحمد لله اللي هو يقصد فيه تحجب زينب بالنسبة الردة فعل المشاهير فجواني كتب لهم على نفس هذا البوست الله يخليكم لبعض أهم عن أحمد أبو الرب فأحمد أبو الرب نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري الحط في الصورة وكان كاتب يا رب تكون رجعة كويسة لهم ويكونوا تعلموا الدرس أنا متفائل خير طبعاً أكيد الحمد لله على التحجب ولكن من نفس الوقت هي حركة ذكية من عدهم أنه يخلوا للناس يتروح تركيزهم يعني عن خصة السجن المو بالنسبة لتنزيل المقاطع والفيديوهات فأحمد نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي كان كاتب فيه بكرة الساعة بالثلاثة العصر فيديو جديد على اليوتيوب بنشرح فيه كل حاجة فوس والله اكتبونا بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر وهو شو رأيكم بقصة التحجب الخبر الثاني اللي عدنا عن مرسال وعن تهديد المرة المليون أنه أغنية رح تكون قوية وتكسر الدنيا فمرسال نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه بيسانشات تقلدني وبنفس الوقت يقول أنه أغنية حتطير هواي جبهات بدي تركوكم إياها مفاجأة للفيديو كليب لأنه قبل المرة صورنا ومثل ما شفتوا صار تخبص من بعض عالم بس بأذن الله يعني أنا ما راح أحكي شي بس ينزل فيديو كليب راح تشوفوا شي للسه ما نشأ وعلموا على كلامي المهم الفيديو كليب قرب بدي شوف الحماس عند كون وبس ينزل فيديو كليب لنشوف كم راس وكم جبهة راح تطير أوكي طبعا مرسال قال أنه الأغنية ما تحت تنزل اليوم استبدت اللي هو المفروض اليوم ولكن صراحة ما تبقى حتنزل الخبر الثالث اللي عدنا عن أسو وعن وصولها إلى 2 مليون مشترك على قناتها باليوتيوب فألف مبروك على هذا الرقم وفعلا صراحة تستحق هذا الرقم فبركوا لها يا حوايب بالكومنتات والخبر العساري اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وعن وصول حسابها التك توك إلى 6 مليون فألف مبروك على هذا الرقم وصراحة رقم كلش كبير وتستحق والخبر العساري الثاني اللي هو عن أنس وأصالة وعن انتحال شخصيتهم أو شخص انتحالهم بالتويتر وغضب أنس وأصالة من هذا الموضوع بحيث أنس نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يطلب بي من المتابعين يسوموا الريبورت على هذا الحساب وأنه هذا الحساب مؤلهم وأنهم أساسا ما عدهم حساب بالتويتر وبس والله هنا وصلنا هات المقطعات من المقطع يجبكم اشتركوا بالقناة بتانيكم فهد الزين من قناة من بكة القصص مع السلامة